الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائي أهلا بكم دشن محافظ محافظة لحجة اللواء الروكن أحمد عبدالله تركي ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة فهم بجاش ثابت دشن العام الدراسي الجديد 2021-2022 في مدرسة مجمع السعيد للتعليم الأساسي بمدرية توبن وخلال تدشين شد محافظ تركي بدور قيادة مكتب التربية بالمحافظة والمعلمين والمعلمات في تربية وتعليم النشأ كما حي القائمين على مدرسة مجمع السعيد للتعليم الأساسي مشيدا بدور المجمع التربوي في العملية التعليمية خلال المواسم الماضية من جانبه ثمن مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ثمن دعم قيادة السلطة المحلية للعملية التعليمية ومعالجة كافة الصعوبات والعلاقين التي تواجه العمل التعليمي مهنئا طلاب وطالبات المحافظة بالعام الدراسي الجديد حاثا إياهم على الجد والاجتهاد في التحصيل العملي ترجمة نانسي قنقر